أقدر رئيسين الروسي فلادمير بوتين والأكرانية فلادمير زيلنسكي أولى لقاء بينهما مساء اليوم في باريس على هامش قمة ربعية بشأن النزاع في أوكرانيا وتأمل فرنسا وألمانيا الوسيطة هنا في حال نزاع هناك بأن يحل هذا النزاع في أقرب الآجال يذكروا أن الألاف قتلوا فيما نزح مليون شخص منذ بدأ مسلحون مؤيدون لروسيا في شرقي أوكرانيا مساءهم الانفصالي في عام 2014 وسيطر الانفصاليون على منطقتين دونتسك وألوغانسك بعد وقت قصير من ضام روسيا شبه جزيرة القرم الأكرانية ما رفضه المجتمع الدولي